أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى على دعمه للإعلام الرياضي البحريني لما يبتله من قيمة كبيرة وأثر إيجابي وفعال ساهم في مختلف النقلات النوعية التي حققتها الرياضة البحرينية في السنوات الماضية جاء ذلك في انطلاق خماسيات الإعلام الرياضي بجمعية الصحفيين البحرينية التي تقام على كأس سموه بصالة مدينة خليفة الرياضية وهنأ سموه جمعية الصحفيين البحرينية ولجنة الإعلام الرياضي بمناسبة مرور تسعين عاما على تأسيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية والذي تعد البحرين عضوا فاعلا فيه وقال سموه أن رعاية هذه البطولة تأتي في إطار الالتزام تجاه الإعلام الرياضي التي لطالما عودتنا على تقديم كل ما من شأنه خدمة المؤسسات الرياضية المختلفة وثمن سموه تعاون لجنة الإعلام الرياضي بجمعية الصحفيين البحرينية وحرصهم على استمرار مبادرته التي انطلقت قبل عامين بإقامة تجمع رياضي رمضاني للإعلاميين المحليين مشيرا سموه إلى التاريخ العريق للإعلام الرياضي في مملكة البحرين وإلى الدور الكبير والريادي الذي يقوم به في خدمة الرياضة البحرينية مشددا سموه على أهمية الجانب الإعلامي باعتباره نشاطا إنسانيا هما للارتقاء بأنشطة الدول معتبرا أن الرياضة في حد ذاتها تعتبر ظاهرة اجتماعية ثقافية متداخلة تساهم في تقدم المجتمعات ورقيها